نظم نادي راشد الفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم سباق التاسع لهذا الموسم والذي اجتمل على سبعة أشواط وأقيم على كؤوس شركة ألومنيوم البحرين ألبا وكأس الرفة للخيل العربية وبحضور عدد من أصحاب سمو وموثلي شركة ألبا الرعية للسباق وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفاب الاسخير وقد تم تتويج الفائزين بكؤوس السباق حيث قام السيد علي البقالية الرئيس التنفيذي لشركة ألومنيوم البحرين ألبا بتقديم كأس ألبا لشوط الثالث إلى المالك الفائز عبدالله فوزي ناس وكأس ألبا لشوط الخامس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة كما قدم كأس ألبا للشوط السادس إلى المضمر الفائز علي ناصر المؤمن ثم قدم كأس ألبا للشوط السابع إلى السيد حمد بن إبراهيم الرميحي فيما قام الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس الرفة إلى فوزي ناس